مشروع من المبادرات الحلوة وهي مبادرة رئيس الجمهورية لتحويل الشهرات للعمل بالغاز النظيف للطاقة النظيفة فهي العربات اللي بتحول بالغاز كلام كتير على الموضوع ده والحلقة الجاية يمكن حنقش الموضوع ده باستفادة بس خليني اقول دلوقتي عشان الناس اللي قاعدة طالعة تتكلم في حاجات كتير الفكرة ان انت بتحول العربيات اللي انت عايز تبقى عربية اقتصادية يعني عربيات الاجرة عربيات المايكرو باس العربيات اللي مواترها ينفع بجانب ان شركات زي شركات كتير بدأت تطلع العربيات تقول والله اه انا عربياتي ينفع انها تتحول للغاز الطبيعي يطلع بقى واحد يتكلم على العربيات البريميوم او العربيات الفارهة او العربيات صاحبة التكنولوجي العالية اللي سعرها بعيد شوية عن السعر اللي احنا بنتكلم فيها العربية الاقتصادية وهي يقولك لا السعر العربية دي ما ينفعش ما طبيعي ان انت بش هتحول العربية دي خاصة يعني انت واحد مشتري العربية برقم معين من الارقام اكيد مش هي دي اللي مطلوب انها اللي تبقى عربية اقتصادية والله الشركة المصنعة حابت تعمل كده وانت كشخص مالك للعربية حابت تعمل ده انت حر ده انت بتوفر والموضوع الطف لكن ارجع تاني اقول الغاز ليه طريقة معاناة في التشغيل مبسوط ان الشركات اللي بتحول العربيات للغاز بدأت تطور من الموضوع ده بشكل كبير جدا وبدأت تشوف ايه افضل شيء عشان العربية تتم تحولها لكن مهم جدا نعرف المعلومات بشكل مظبوط وناخد بالنا من الناس اللي عمالها تتكلم يقولك اصل الغاز افضل اداءا من البنزين اصل يعني خلي بالكو برضو يعني ارجو ان السادة اللي مش متخصصين في الحتة دي بلاش اللي هو ده كل حاجة لها متطلباتها الغاز اقتصادي وحيعمل تكلفة اقل مع ان طبعا العدب مختلف تماما فمجيز طول ده اصلا العربية تبقى فلة من جوا اه ما هي فلة من جوا بس بعض الاحيان المحركات محتاجة الكربون اللي موجود جوا فمبارح عاد بتفرج على برنامج من البرامج ويعني كنت زعلان ان محاور كبير جدا عاد بيتكلم بيقولها بنزين ايه لا ما فيش حاجة اسمها كده احنا بنقول العربيات الاقتصادية اقتصادية الموضوع مبادرة حلوة جدا واعتقد انها هتفرق بشكل كبير جدا في شريحة كبيرة جدا 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 كانت بتعاني من استهلاك البنزين العالي محركاتها محركات هتقدر تستوعب استهلاك او التعامل مع الغاز الطبيعي وفي نفس الوقت نشكر الدولة على المجهود الكبير في تطور اللي بيتم ده ده في تطور اه الغاز الطبيعي بما ان احنا عندنا غاز طبيعي طب كويس ما نستغل ونعمل كده ونبقى احنا من الدول اللي بدأت تعمل مشروع بهذا الشكل بتطور موجود في اوروبا في عربيات يمكن هما بيلجأوا دي الديزل اكتر وكان يمكن لو كان جودة كان معنا كنا كمان اتكلمنا معاها اغلبية العربيات موجودة عشان سعر الديزل ارخص طيب احنا عندنا الغاز نقدر ان فيه الشركات المصنعة قالت ان ينفع العربيات بتاعتها تتحول الغاز ده في حد ذاته شيء كويس جدا فيه شركات دلوقتي بتعمل المشروع ده وبتعدله وعدلت عربيات وبقى فيه بروجيكس موجودة وتفرجت على نمازج بجد مشرفة حلوة جدا حلقة جاية هتكلم عن الموضوع ده اكتر هنعرف العربيات هناخد بالنا من حاجات دي كلها ارجو بس اللي بيقول اي معلومة اقرأ بص بص كده على المعلومة بتتقالي ازاي قبل ما عشان فيه ناس بتاخد الكلام وتطلع بقى تقول ايه انا عايز اعمل اي فيديو اجيب بيه ريتش عالي جدا فاطلع اقول وازاي حبيبي ده موضوع بنتكلم على طاقة بسيطة تبقى اقتصادية اللي بيدور دايما على تحويل عربيت وغاز بيدور على الاقتصادية والله يا ربنا انت راجل مقتدر ربنا ما يديلك تمام انت مش عايز خلاص مفيش مشكلة بس اهم حاجة ناخد الموضوع ببساطة كده ونقرأ ونشوف الناس اللي عملت ده ازاي ومعمول ازاي واو عندنا تلات اربع ومش عايز بس اقول تلات اربع في الشركات كتيرة موجودة دلوقتي قالت ان عربيت هينفع انها تشتغل بالغاز وكانت عرضة عربيت اصلا موجودة بجانب الشركات اللي بتحول العربيت من البنزين للغاز اتفرج وشوف الموضوع عامل ازاي وحنقرف الفترة الجاية وزاي ما قلت لحضراتكم ايه اللي بيتم